اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيكم في قناتي التانية طبعا في قناة اولى اسمها ايهاب تيفي احنا الان خلال الاسبوع هذا هننشر على قناة ايهاب تيفي بلس ونرجع ان شاء الله في خلال اول اسبوع القادم على ايهاب تيفي ننشر مرة اخرى اليوم في عنا حدث مهم جدا وهو حدث اطلاق واجد ام ايو اي 13 لاجهزة وهواتف بوكو واحنا بنعرف انه ام ايو اي 13 وخصائصها ومنعرف الخصائص اللي حكيين عنها قبل هيكا وعنا في اول خاصية بسموها خاصية تخزين السائل اللي هي ليكويد ستوريج فهنا في عندك خاصات بقول لك هنا 95% بتزود وهنا 50% كمان بتزود 95% بتزود من اللي هو الواجهة من حصة هذه الواجهة وعندك اللي هو كمان في عندك كمان مرة اخرى منحكي عن ميزة توازن الطاقة الذكية هذه بتتحاول يعني تخلي كمان احسن في البطارية بنسبة 10 في الميزة الذاكرة المصغرة هذه اللي هي احنا سميناها كمان الذاكرة المصغرة اللي قبل هيكا حكينا عنها اكتر من مرة هادي بتزود حوالي 45% من اللي هو قدرة اللي هو التطبيقات على التفعيل وعلى الشغل في الخلفية والتطبيقات اللي انت بتشتغل فيها في نفس الوقت فبيقول لك هنا لا تغلق التطبيقات اللي في الخلفية بشكل كامل ولكن انه بتخلي التطبيقات افضل من الصور نيجي الان نشوف الدفع الاولى اللي بديجي لها ام ايو اي 13 مع اندرويد 12 من براند البوكو اول دفعة اللي في شهر مارس في الشهر 3 اللي احنا فيه بوكو ام فورو برو بوكو ام فورو برو فايف جي الفور جي هاده اللي النزل الجديد اللي تم الاعلان عنه بالامس والبوكو اكس تري برو والبوكو افتري جي تي جوت هذا اجاله هذا اجاله لكن تجريب الان اللي هو الافتري جي تي اللي هو الردمي كي اربعين جيمينج جهاز الجيمينج عارفينه هدول هايجيهم في شهر 3 اللي هم الاربع موبايلات هدول الان نشوف اللي هو الدفعة التانية اللي بديجيها بعد شهر مارس الدفعة التانية بديجيها بعد شهر مارس وهي بوكو اكس 2 اللي هو ردمي كي 30 الان افسي طبعا هو جهازنا اللي بنعرفه والهند نفس الجهاز ولكن مافي انا افسي. البوكو ام تو. البوكو ام ترو. البوكو ام تري. تمام? البوكو ام تري برو فيف جي. البوكو ام فور. البوكو افتو برو. والبوكو اف تري. رغم انه البوكو اف تري. اذا انتم ملاحظين انه الاوروبي بالامس تم وصول له تحديث اللي هو 13 تجريبي لسه للمسجلين يعني للي الناس يسجلوا. وعننا كمان البوكو سي تري. وعننا كمان البوكو سي واحد وثلاثين. طبعا خليكم معي بس للنهاية لانه في كلام مهم بدي احكيه الان في النهاية. الان بيقول لك هادي الاجهزة هيجيها اللي هو بعد شهر مارس اللي هي الدفعة التاني. فيه هنا عنا ملاحظة تحت هادي الملاحظة اشبه? الملاحظة بتقول انه في شهر مارس بديجي للدفعة الاولى وبعد شهر مارس هيجي للدفعة التانية. طبعا الاجهزة هادي بيقول لك انه يعني اللي هتيجي اللي هو وجهة 13 مع اندرويد 12 يعني فيه اجهزة اللي مش هيجيها او هتأخر شوي. بيقول لك هو هيجيها تحديث اللي هو اتناعش ونص المحسن. اتناعش ونص المحسن بيقول لك هو نفس تحديث 13. هذا الكلام اللي مكتوب عندك. اللي هو هي عندك اما هو نفس اللي هو التحديث اللي بدي يصل وجهة 13. ولكن في بعض الميزات المهم سيتم طبعا هذه الاجهزة التانية اللي هي الاجهزة في الدفعة التاني اللي هيجيها. طبعاً فيه انها جهزة مثلاً الصواق 25 اذا ما جهوش اللي هو 12.5 لحتى الآن. هذه الأجهزة بقولك يعني هيجي ها 12.5 وبعدها هيجيها اللو 15. وبقولك انه 13 هو نفس 12.5 المحسب. في عنا الان تسجيل. لما انت بدك تسجل للتسجيل لانو عشان تحصل على التحديث مبكراً عندي فيدوو انا عملته والفيديو انا والشيكه الى عشان انت برضو اتشوفه عشان تسجل. زي ما انتون شايفين الفيديو هايو اللي هو على قناة ايهاب تيفي على قناة اللي هو الاولى هيقناة ايهاب تيفي الاولى ان اللي هو الفيديو بيقول اللي هو اسميا قبل جميع الحصول على تحديث اما ايو ١٣ واندرويد اطناش تحديث اما ايو ١٣ impartial لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصل على كل جديد وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام